من واشنطن تنضم علينا مرسلة التلفزيون العربي ريمة أبو حمدية أهلا بك ريمة ما تفاصيل الموقف الأمريكي قصوصا من توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وهذه المخاور الموقف الأمريكي يمكن أن ينقسم إلى قسمين القسم الأول هو أن واشنطن تقول أنها لا تريد المزيد من الضحايا المدنيين وأن مثل هكذا عملية يتحدث الإعلام عنها بشكل كبير قد تشكل كارثة على المدنيين الفلسطينيين المتواجدين في رفح هناك مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في تلك المنطقة الصغيرة وقد يشكل اجتياح إسرائيلي لهذه المنطقة كارثة كما قال المنصق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض ولكن من جهة أخرى أيضا البيت الأبيض يقول أنه لم يرى إشارات على أن إسرائيل بالفعل تخطط للقيام بمثل هذه العملية الكبيرة وأن واشنطن تعارض مثل هكذا عملية كبيرة داخل رفح وأن وزير الخارجية الأمريكي عبر عن قلقه بشأن هذا الأمر ولكن بعد عدة أسئلة من صحفيين لمستشار أو لمنصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي يبدو أن هناك بعض التناقض في الموقف الأمريكي بشأن هذا الموضوع من جهة يقول أن مثل هذا الاجتياح قد يشكل كارثة على المدنيين ولكن من جهة أخرى يقول لا نريد اجتياح كبير أي أن على ما يبدو على الأقل كما يفسره الصحفيون حتى هذه اللحظة واشنطن لم تطلب من إسرائيل بالفعل عدم القيام بمثل هكذا اجتياح لمنطقة يتواجد فيها عدد كبير من الفلسطينيين أو أن واشنطن ليس لديها القدرة على التأثير على إسرائيل وعلى حكومة بنيامين نتنياهو لعدم القيام بمثل هكذا اجتياح قد يؤدي إلى الخسارة بعدد كبير من المدنيين كما يرى بعض المحللين في واشنطن وبعض الصحفيين عندما سئل كيربي عن التأثير الأمريكي على حكومة بنيامين نتنياهو قال أن هناك تأثير وأن هذا التأثير كان واضح وأن الجانب الإسرائيلي يستمع إلى النصائح الأمريكية ولكن على أرض الواقع كما يقول المحللون هذا غير صحيح أو غير دقيق بشكل كبير لأن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من إسرائيل أكثر من مرة أكثر من شيء فيما يتعلق بالاجتياح البري لقطاع غزة وبالعمليات التي تقوم بها إسرائيل داخل قطاع غزة وبأنها أدت إلى سقوط عدد كبير من الفلسطينيين خاصة بين الأطفال والنساء وأن إسرائيل لم تقي أذن صاغية للجانب الأمريكي وكل هذه المطالبات من الجانب الأمريكي مع ذلك يواصل الأمريكيون القول بأنهم لا يريدون رؤية المزيد من الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء العمليات الإسرائيلية ولكن من جانب آخر لدى إسرائيل الحق في القيام بهذه العمليات بالطريقة التي تراها مناسبة وأن الأحاديث متواصلة ما بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بشأن هذه العمليات الإسرائيلية المتواصلة داخل قطاع غزة مع التأكيد مرة أخرى على أن لإسرائيل الحق في القيام بمثل هذه العمليات العسكرية للدفاع عن مواطنها كما يقول الجانب الأمريكي في حال قامت إسرائيل بمثل هكذا عملية لا يتوقع كما رأينا في السابق أن يكون هناك رد فعل من البيت الأبيض يندد أو يشجب مثل هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل وتؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين ولكن من جانب آخر واشنطن قلق بسبب استمرار العمليات الإسرائيلية والتي تؤثر على القيادة الأمريكية في الداخل في سنة انتخابية هناك الكثير من الانتقادات التي توجه للإدارة الأمريكية بسبب هذا الدعم غير المحدود لإسرائيل وأن ذلك سيؤثر على الأصوات التي سيحصل عليها الرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة في الجانب الآخر الكونغرس الأمريكي الآن يبحث في هذا الدعم العسكري الكبير الذي سيقدم إلى إسرائيل وأوكرانيا وتايوان بالإضافة إلى مساعدات إنسانية تقدم للفلسطينيين ولكن كل ذلك يقول محللون داخل واشنطن عمليا واشنطن حتى هذه اللحظة تمسك العصة من النصف فيما يتعلق بعلاقاتها أو فيما يتعلق بالأحاديث التي تجريها مع إسرائيل لا هي تدعم بشكل علني كل ما تقوم به إسرائيل في غزة ولكن من جانب آخر أيضا لا تقوم بشجب أي شيء تقوم به إسرائيل داخل غزة